السباة الخير ساميرا السباة الخير ساميرا سننطلب اليوم سنرى الفرق بين الشاهية والجوع فيما يخص الجوع نعرف بأن الجوع هو واحد الإحساس الذي نحس به هو واحد الرغبة في الأكل الذي يطلب الجسم الجوع عادة هو انخفات نسبة السكر في الدم وهو ستان بزوة الجسم يكون احتياج للأكل وتنحس بالجوع وفي هذه الحالات يجب أن نأكله ومرة مرة يحسين بالجوع لا يوجد شيء صعيب ولا يوجد شيء خطير فممكن أن نحسه بالجوع وعاد نأكله فهذه النقطة المهمة وفي علم التغذية معروفة أنه لا يجب أن نأكله حتى يجينا الجوع لأنه يقع حرق الدهون وهذه النقطة هي إيجابية أن الحرق الدهون يجب أن ننطح أولا في مشكلة سمنة ويجب أن ننطح في مشكلة زيادة في الدهون فيما يخص الشاهية بطبيعة الحال لا يوجد علاقة بالجوع الشاهية نستطيع أن نكون شبعان وتضع لي شيء حاجة لأنا تشاهدها ونزيد نأكل فيها يعني لدي علاقة خصوصا مع الجانب النفسي نستطيع أن نضرب في العراس ونضرب بسطيلة ونضرب بسطيلة ونضرب بسطيلة ونستطيع أن ننطح هناك الفرق بين الجوع ونستطيع أن نشبع الشاهية لديها علاقة بالجانب النفسي أنا تشاهد هذا الطبق ونرأت أن نضربه ونستطيع أن نعرفه ونستطيع أن نأكله ونستطيع أن نكون في الجوع أو للعكس بعض الأحيان تكون مراش قلياش ماشي في الحالة ديالية وخذت يحطوا لي الطبق اللي أنا عادة تعجبني سنستطيع أن نأكله لأن الجانب النفسي ديالي ماشي هو ذلك بالتالي فهنا الفرق بين الشاهية والجوع أن الشاهية مرتبطة بنسبة كبيرة بالجانب النفسي في حين أن الجوع هو فيزيولوجي هو واحد الرغبة وواحد لبزوة ديالجسم ديالنا تعبر عليه باش أنه يأكل المشكلة هو أن بعض الحيان كلي تقول لك أنا عندي الشاهية مفتوحة لغة الشاهية مفتوحة كلي تعبر عليها وأنه مني تياكل ما تشبعش هذا مرتبط بالحجم ديال المائدة ديالنا مني تناكله وما تنشبعوش تنبقى وغادين ومتنفقه في المائدة لأنها تتوسع وتتصغر أو كلي تقول للعكس تقول لك ما عنديش شاهية ما عندوش شاهية إلا كان في الحالة العادية تأني كذلك أن المدى دياله غادية وتتصغر وهذا اللي توقع بالنسبة الناس اللي تبقى وغادين وتنقصوا في الوزن بوحدة شكل كبير سواء كانت حالة مرادية أو لحالة عادية تتكون المعدة صغرات في الحجم ديالها وبالتالي فما تتبقاش عندو رغبة في الأكل فهذه الحالة كان مجموعة للطرق اللي تيمكنهم يدار وغانا نرجعوا لهذا الموضوع من بعد الهدفة الجوع ممكن أن نحسو به من بعد الشاهية كذلك خاصة نتعاملوا معها بالنسبة الناس اللي تكونوا دائما عندهم شيئين فتوحة بزاف هذا يقدر يؤدي مشكلة الزيادة في الوزن أو المشكلة ديال السملة